اوضاع الصناعة احسن بكتير جدا من اللي افعل بس انا بدأ مخش في تفاصيل اوضاع الصناعة انا احب اخش بيه التشريعات اللي بتهم الصناعة نفسه اللي اتجاه جو الصناعة نفسه كان عنده مشاكل ايه يمكن معلش اقول لي احنا صارتك صناعة او كده يمكن الجهاز الوحيد اللي عمل قانون الترخيص الصناعي وازون احريك سماعة الحمد لله في ناس انا في واحد صديق لي وانتا كده عارق عارف اسمه مش اقوله يعني بقاله 19 سنة كانش انا فيها هات رخصة المصر يعني انا كلمته حتى من اسموع ولسه بيحاول كان لسه بيحاول يعني يعني في 19 سنة فضل مستمر في 19 سنة فضل مستمر ده اللي حارق عارف بيضطر يشتغل مش عارف سجل تجاري وما عندهش رخص صناعية وكل شيء يعده عليه وخد الرخصة في النهاية اوه راجل معروف عارفك المجتمع بس يعني انا بس هو ما حبش اقول اساك دي معجزات حصلت قانون الترخيص الصناعية ده ده معجزة حصلت محدش كان يمكن ابدا ان يتوقع انها تحدث موضوع الدولار ده نفسه حضرتك بيخلي عملية ارتاحية جدا انها تصدر احنا لا تبن ناقش تحويل هيئة تماث صناعية الهيئة اقتصادية عشان تقدر تبقى العملات تنمية مستمرة بسهول انك تلاقي اراضي بسهولة اراضي مرفقة ما تضطرش يبقى فيها عملية مغالاة حتى في الاراضي الان اراضي دي اداة وليست سلعة وده المفروض انه برضو جزء منه تم علاوه في قانون الاستثمار انك تتعامل مع جهة واحدة جهة واحدة وده اللي احنا بموله حتى انا عملنا مثلا تعديلات حريك فيها حاجة اسمها قانون سبعة اللي هو قانون بيدي الولاية للاراضي انها تشتغل بيها يقول لها امور دي لازم حريك تفكر فيها ده كله نتج البرلمان ونتج اللجنة الصناعة اللي انا عايز اقوله انه طبعا بتتعامل برضو مع الحكومة ولكن دي بتحل مشاكل امور كتير جدا قرارات استدامة حريك دولات الاسكان يقول طبعا احنا عايزين نعمل زي التصنيع مخد او عنده الترخيص الصناعية السياحة نفس الوقت كل دي امور حضرتك بتفرق قوي ريح الناس تشيل المعاوقات اللي موجودة هتلاقي الاسعار غزبا عنها تنزل لان حريك لو فتحت مثلا هي دي اللي بالنسبة لنا يعني اه اول نقول لحضرتك لا بتحدثه بعض السلع وبعض السلع لان الطلب مازال اكتر من المعروض لكن اول ما حضرتك بتلاقي فترة الانشاءات تبتدي اكتر انشاءات كمصانع وانشاءات كمباني وانشاءات كطرق تبقى احسن وزراعة اراضي تلاقي توفر السلع انت مازال عندك عجز عجز كبير يعني في بعض الحاجات طبعا منها كبير وبعضها لا لما مثلا حريك تتكلم على انشاءات ودي بعضها نطلع بس سنة عن التشريع وهرجع على حريك بيه تاني انشاءات لعدد انت محتاج كم شقة سكنية للمحدود الداخل المطوصطي مش حولي 2 ملون شقة اي انت بنيت في خلال كم سنة حولي 600 ألف شقة او 800 ألف شقة يبقى مازال عندك بس في سد احتياجات كبيرة اشتركوا في القناة